ما حكم قراءة الأدعية القرآنية في أوقات الحيضة والنفاسة والجنابة طبعا الأدعية القرآنية التي يتميز أنها قرآن يؤمر أصحاب الأحداث الكبرى أن يتجنبوها وأن يكتفوا بالأدعية غير القرآنية وهي كثيرة وكذلك في التحصين إذا أراد أن يحصن نفسه فليحصن نفسه بالتعاويد كأعود بكلمات الله التامة العمات من شر ما خلق وأعود بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام إلى آخره وأعود بكلمات الله التامة من غضبه وعذابي وشر عبادي ومن مزات الشياطين وأن يحضرون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماوة والسمع العليم إلى آخره وفي ذلك ما يعني يغنيه عن الآيات القرآنية مدام ممنوع شرعا من قراءة القرآن الكريم